قانون الهجرة الجديد الذي طرحه وزير الداخلية جيراغ كولومب على الحكومة الفرنسية والذي وصفه بالمتوازن أطار جدلاً كبيراً وسط الصحة السياسية مشروع القانون الجديد الذي جاء في عهدة الرئيس إمانويل ماكرون ينتهج سياسة أكثر تشدداً من السياسة التي اتخذها نيكولا ساركوزي سنة 2006 فالقانون الحالي يتضمن تقليص مدة دراسة طلب اللجوء وفي حال رفض المكتب المهتم بشؤون اللاجئين طلب اللجوء فإن المعني مضطر لتقديم الطعن في القرار في غضون أسبوعين بدل الشهر إضافة إلى تسريع الترحيل في حال رفض الطلب قانون الهجرة الجديد يتضمن عقوبات قاسية لمن يدخل الحدود الفرنسية بطريقة غير شرحية ويتعرض المهاجرون الذين لا يحملون وثائق إقامة إلى عقوبة السجن حضدت بخمس سنوات كما تم إلغاء بند الترحيل إلى دولة آمنة ثالثة المشروع الذي أطار الكثير من الجدل في فرنسا وخارجها وانتقدته عديد المنظمات الحقوقية نظراً لطبيعه المتشدد وصف باللا إنساني والقمعي ما هو إلا بداية انكشاف لسياسة إمانويل ماكرون التي كانت متخفية ماكرون أدار ظهره للاجئين اليوم بعد أن أبان سابقاً عن رأيه اتجاههم خلال حملته في الرئاسيات ترجمة نانسي قنقر